على وقع الحان فنان الأرض أيوم طارش يبدأ هذا المزارع يومه داخل هذه الحقول الزراعية حيث يهتم بمحاصيله التي تعتبر مصدر دخله الوحيد والوفير نحن كمزارعين استفدنا من إحدى المنظمات شاتلة زراعية وشبكات راي ومواطر شفط المين استفاد جهاد جميل وغيره من أقرانه في هذا الوادي الخصب هنا في ريف محافظة تعز من الدعم الذي تقدمه منظمات محلية تهدف إلى تشجيع زراعة الخضروات والفواكه الوادي الآن بدأ يتعرض للهلاك بسبب استنزاف القار للمياه سواء المشارع المقاورة من قدس أو المشارع من المناطق اليفوع وكذلك المشارع لبن أحمد شبكات ري حديثة وتقنيات زراعية تقدمها المنظمات لهؤلاء المزارعين للتقليل من استهلاك المياه واستصلاح الأراضي غير المزرعة استنادا لقاعدة ربما يدركها المزارعون تقول أن زراعة الأراضي تعني الحصول على مصدر رزق مستدام هذا أحد المشارع الذي مولته وكالة تنمية المشارع الصغيرة والأصغار الذي كان بتمويل من البنك الدولي حيث يعتبر هذا المشروع من أهم المشارع الاستراتيجية بالمنطقة الذي عمل على إعادة الروح الزراعية بالمنطقة الذي كان الألقات قد سيطر واستحوذ على الأراضي وعلى المزارعين بشكل مقيف في الطرف المقابل لهذه الجهود الزراعية هناك ما يؤرق هذه المنظمة المهتمة بالمزارعين وهو زحف شجرة القات على حساب زراعة الخضروات والفواكه وكذا شجرة البن التي تشتهر بها أودية كثيرة منها وادي ضباب بن حمد ما يهدد المنطقة بالجفاف فالقات يحتاج إلى أضعاف ما تحتاجه هذه الأشجار من المياه لتأتي هذه المبادرة للحد من انتشار زراعته تشجع هذه المبادرات المزارعين في ريف تائز على العودة إلى زراعة البن والخضروات والتي كانت قد بدأت تختفي بفعل انتشار شجرة القات إذ تغري البعض بمردود اقتصاديا متواضع لكنها في الأساس تستنزف المياه السطحية والقوفية ما يهدد مستقبل الزراعة وينذر بأزمة مياه حادة بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تتسبب بها هذه الشجرة فوزي الحمدي قناة بلقيس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر